اش كثر انسأل عن منطقة الابط او الاندرابس عشان تكون هذه المنطقة دائما فاتحة مو سودة ولا يكون لونها غامج لازم نعتني فيها بطريقة صحيحة شو نعتني فيها بطريقة صحيحة اذا شلنا الشعر فيها ما نشيلها بطريقة سبب سواد واذا استخدمنا شي مزيل عرق فيها ايضا نستخدم شي ما يستخدم سواد اذا لا تشعر عارفين الليزر افضل شي حق الابط هذا افضل شي نمبر ون استخدام اي شي ثاني ممكن سبب سواد سواء كان كريمات الذيت والنير او استخدام الشيرة او الواكس او الحلاوة كلهم مسببون سواد هذا بالنسبة لازالة الشعر بالنسبة لمزيلات العرق استخدموا مو مهم الماركة اهم شي تعرفون تقرون الماركة مثلا ثلاث شروط لازم تكون موجودة في لديودرنت عشان ما يسبب سواد يكون خالي من الكحول خالي من العطور خالي من البرابين هذه مادة حافظة حالي سبب سواد دوف خالي من العطور بايوت خالي من العطور والكحول يعني افضل واحد فيهم فيتشي بس فيكم تستخدمون اي واحد من هالثلاثة بس افضل واحد يشوف فيتشي بانها القار لكم اذا شفتوا ان هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة واشارة منكم لنا ان نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات اكثر شوفكم على خير